الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة رأيت مقطعا لأحد الإخوة وهو يقول بأن الله عز وجل رزقه ضبعا فأكله وأثنى على لحمه وسأل الله عز وجل أن يرزقه ضبعا آخر ليست الغرابة فيما سمعنا أيها الإخوة لكن الغرابة في التعليقات التي رأيتها على المنشور التعليقات السلبية والعياذ بالله تدل على جهل كاتبيها الضبع حلال أيها الإخوة وقد ثبت عن نبينا عليه وآهله الصلاة والسلام أنه قال الضبع صيد فكله وقد سأل تابعي جابدا رضي الله عنه وأرضاه عن أكل لحم الضبع قال له الضبع صيد قال نعم قال آكله قال نعم قال سمعته مدسور الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم فلا تقدموا العقل على النقل أيها الإخوة وإذا رأيتم أمرا تجهلونه فاسألوا قبل أن تتكلموا لأنكم ستسألون أمام الله عز وجل عن كل كلمة تتكلمون بها وعن كل تعليق تكتبوه احذروا بارك الله فيكم الضبع حلال أكله حلال أقول لهذا الأخ الذي أكل الضبع صحتينه هنا وأسأل الله عز وجل أن يدركك ضبعا غيره اللهم آمين اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين زاهر صلاح الدين الشوى أبو أنس كتاب وسنة بفهم سلف الأمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي شكرا للمشاهدة